نظم إلينا من الخرطوم وراسل الغد أحمد العربي أحمد إذن ماذا عن الدعوات للتظاهر اليوم؟ هل بدأت بالفعل التجمعات؟ يارى هذه هي الجمعة الثانية التي تكون فيها هذه الدعوات من قبل تنظيمات إسلامية بعنوان جمعة الغضب تنطلق دائما بعد صلاة الجمعة من مسجدين أو ثلاثة مساجد مناطق تجمع لهؤلاء الذين قدموا هذه الدعوة حتى الآن لم تخرج هذه التظاهرات هذا اليوم شددت السلطات الأمنية من الطوق الأمني خاصة في محيط القصر الرئاسي بالإضافة إلى القيادة العامة للجيش أيضا اللافت أن السلطات قد سمحت بمرور المواطنين من جسور أخرى غير التي أغلغت لكن هذه الجسور التي تم فتحها لا تصل مباشرة إلى قلب وسط الخرطوم الدعوات حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل التنظيمات الإسلامية وجلها موال للنظام السابق الجمعة السابقة تم تسجيل فيها عدد من التظاهرات لكن لم تكن بالمستوى المطلوب هذه هي الجمعة الثانية والتي تجدد في هذه التنظيمات الدعوات للخروج ضد القوانين التي تم تعديلها وتم إجازتها مؤخرا من قبل وزارة العدد السلطات أيضا تخشى من أن تستغل مثل هذه التظاهرات في أعمال تخريبية سواء كان للممتلكات العامة أو الخاصة لذلك تواصل فرض هذا الطوق الأمني حتى في مناطق طرفية وفي شوارع رئيسية بالتحديد خاصة تلك التي تؤدي إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش السودان نعم يا رو شكرا جدا